وأما الذبح فإنه عبادة مالية ومن ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس ذبحا لله فهو عليه الصلاة والسلام ساق معه في حجته مئة بدن مع أنه يكفي له سبع بدن هو عليه الصلاة والسلام أخذ قطيعا من الغنم وذبحها ووزعها هو عليه الصلاة والسلام نحر عن نسائه البقى من ثم صار النسوء من أعظم الإبادات المالية